من منطلق استعي لنشر التوعية والابتكار بين الأطفال والناشئة في مجالات علوم الفضاء أطلقت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مسابقة مبتكرة وفريدة من نوعها تحرك شغافهم وتثير اهتمامهم بعلوم الفضاء وذلك من خلال تحدي إعداد وجبات لرواد الفضاء لمحبي الطبخ والطمحين لإعداد وصفة يمكن استخدامها لرواد الفضاء فكرة مبتكرة تحرك شغاف أطفال البحرين المحبين لعلوم الفضاء وأسراره من خلال دفعهم لإعداد وجبة مغذية ومتكاملة لرواد الفضاء من خلال تحدي أطلقته الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء طبعا نحن في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء دائما نسعى إلى نشر الوعي في علوم الفضاء في مختلف المراحل العمرية وبالأخص في مرحلة الأطفال والناشئة فدائما نحرص على نشر الوعي بطرق إبداعية ومميزة هالمرة عندنا فكرة مبتكرة وفريدة من نوعها وهي عبارة عن تحدي لهوات ومحترفي الطبخ والطمحين أنهما يعدون وصفة طعام لرواد الفضاء الممكن أن رواد الفضاء يستخدمونها هذه المسابقة تسعى إلى تعزيز وعي الأجيال القادمة بمختلف الوظائف في مجالات الفضاء وذلك من خلال التعرف على الطرق المختلفة التي يقوم بها علماء الغذاء في تحضير الطعام لرواد الفضاء هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز الوعي بمختلف الوظائف في مجال علوم الفضاء كذلك هي تشرح دور العلماء الأقذية في تحضير طعام رواد الفضاء لأن لها اشتراطات خاصة طبعا كذلك هي تشجع الطلاب تشجع الأطفال أنهم ينخرطون في مجال علوم الفضاء بس هالمرة بطريقة ممتعة فيها تحدي ويحتاج لها الكثير من البحث عشان نثبت أن أطفال البحران قادرين على أنهم يشاركون في مثل هذه الأنواع من التحديات آلية دقيقة وشروط بسيطة وطعتها الهيئة لتحقق هذه المسابقة وهدفها الرئيس طبعا إحنا بسطنا هذه المسابقة لفئة الأطفال والناشئة فهذه المسابقة شروطها جدا بسيطة هي مفتوحة للبحرانيين للفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات إلى 12 سنة فبإمكانهم تقديم طلبات مشاركاتهم باللغتين العربية أو الإنجلينزية طريقة المشاركة أن كل متسابق عليه أن أهوى يقوم بالبحث عن طريقة إعداد وصفة لرواد الفضاء ويقوم بتصوير فيديو مدة 10 دقائق بحيث أن أهوى تحتوي على الوصفة وطريقة تحضير هذا الطبق فكرة مبتكرة تشجع أطفال البحرين على الإبداع والاستكشاف والتعرف على عالم رواد الفضاء من خلال إعداد وجبة طعام لذيذة ومميزة تحمل كافة المكونات المطلوبة في هذه الواجبة خول اللي جرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة